بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارت ايد ديزاين فيلسوفي بالنسبة لفلسفة التصميم الانشائي احنا عندنا طريقتين اللي هما بنسميهم الوركينج سترس والديزاين ميسود الوركينج سترس بتركز على الاحمال اد سيرفيس لود بمعنى ان احنا بناخد الديد لود واللايف لود بدون ما نزود القيم بتاعتهم بمعنى ان احنا ما بنضربهمش في فاكتورز عشان نزود قيم الديد لود واللايف لود الحاجة التانية بالنسبة للخواص بتاعت الماتيريالز ان انا عندي بالنسبة للقرصانة الكمبريسيف سترينز بتاعتها احنا ما بنشتغلش عليها بناخد على قيمة معينة والياكون اللي هي نص الكمبريسيف سترينز بمعنى ما بنستفدش من مقاومة المادة القصوى نفس الكلام دوت بالزبط بالنسبة للستيل احنا عندنا قادي المنحنة بتاع الستيل دوت اجهاد القضوع لأ لما بنجي نصمم بنفترض ان احنا حنشتغل على قيمة معينة والياكون هي اف اس وهي تمثل نسبة من اف واي اللي هو الييلد استرينز بالنسبة للديزاين لا بتركز على احمال اكبر بمعنى الديد لود اللي عندي بنضربه في فاكتور وليكن وان بوينت فور اللايف لود بنضربه في فاكتور وليكن وان بوينت سيكس الكلام دوت معنى ايه؟ ان انا بعرض المنشأ لاحمال الاحمال ديت اكبر من الاحمال الحقيقية اللي هي ممكن فعلا يبقى عندها الفيلير امننت يعني بمعنى ان هو يبقى وشيك الكلام ده يبيؤدي في الاخر ان السيفتي بتاعته بتبقى اعلى من الووركينج استريس ميسود ودول الطريقتين اللي احنا تكلمنا عليهم اللي هو الووركينج استريس والليميت استريد ميسود اللي هي بتسمى الديزاين ميسود